اشتركوا في القناة في مهمة عاجلة الى طهران واكيد معه مجموعة من الخبراء ومجموعة من الضباط الى هناك جرى الاعلان عن فتح معبرين من منطقة اسليمانية مع ايران معبرين حدوديين بدون رقابة جوازات بدون رقابة بدون حدا يكون موجود عليهم يعني الارض الايرانية صارت هي ارض عراقية في اقليم كردستان طيب لماذا هذه المعابر هل صحيح عشان التجار حكوا عشان التجار طيب التجار موجودين من اكتر من 20 سنة 30 سنة هم يتحركوا الامور عادية ليش لماذا في هناك طلب قديم من مسعود البرزاني طلب ايراني في بدايات الازمة السورية او التورة السورية طلب بانه يعطوه ممر عبر منطقة اقليم كردستان ممر بري لوصل ايران لوصل ايران بالاراضي السورية طبعا مسعود البرزاني رفض هذا الموضوع لانه هاي شغلة كبيرة ومسعود البرزاني وقتها قال لهم هاي جزء من الاراضي العراقية وهذا موضوع في مشاكل مع تركيا فيه تترتب عليه امور كثيرة بالتالي قال لهم لن اسمح بهذا الموضوع على الاطلاق اتأزمت العلاقات مع ايران بين مسعود ايران ثم بعد فترة اجاء قاسم سليماني وطلب منه زيارة دمشق وكان له انه بشار الاسد راح يستناك بالمطار ويستقبلك كرئيس دولة قال له والله انا مروح لا يستقبني كرئيس دولة ولا غير رئيس دولة خلي بالاول الصالح مع شعبه هذه مشكلة ترتب علينا احنا الاكراد قضايا كثيرة وعننا ايضا احنا في اكراد في سوريا جزء من المعارضة والثورة السورية ولذلك المهم رفض الطلب بعد فترة زار علي لاريجاني زار باربيل كرر الطلب على مسعود قال له هاي موجود المعلمي في بغداد فبدنا تستقبله قال له ما راح استقبله على الاطلاق ليش؟ قال له أنا ما استقبله يا أخي ما يروح ما استقبله وزير الخارجية العراقي واستقبلته الدولة العراقية هناك أنا ما استقبله المهم صار مسعود البرزاني إنسان غير مرغوب فيه قائد غير مرغوب فيه لا من قبل إيران ولا من قبل أيضا بشار الأسد وربما ليس من قبل الروس بحدود معينة بعدها بعدها في حملة على مسعود البرزاني الآن الحملة قائمة بعد فترة هناك انتخابات لرئاسة الإقليم جلال الطالباني حول السليمانية وهنا أكد على هذا حول السليمانية إلى مقر قيادة لا قاسم سليماني وأيضا قيادة عسكرية للإيرانيين هناك بالنسبة لكل العراق والمنطقة المثلة الموجود في هذه المنطقة السوري التركي العراقي ولذلك حاولوا إسقاطه والآن حاولوا منعه من الترشع وإذا ترشع مسعود البرزاني يجب إسقاطه وهناك تنسيق مع جلال الطالباني والإيرانيين لإسقاط مسعود البرزاني أو منعه من الترشع في كل الحالات لماذا إذن فتح المعابر فتح المعابر أقل ما يقال فيه وهذا أنا بالنسبة إلي ليس معلومات ولكن تحليل أنه فتح المعابر هو أن يكون هناك جسر جوي ما بين السليمانية وما بين الأراضي السورية ممكن تكون اللاذقية مطار اللاذقية مطار القرداحة مطار حتى مطار دمشق جسر جوي لنقل القوات والمعدات لإنقاذ وإنجاد بشار الأسد في هذا الوقت بالذات يجب أن يتنبه المعنيون لهذا الأمر هذا أمر في غاية الخطورة ربما تترتب عليك أذور كثيرة بالمنطقة لا أعرف موقف الأتراك يعني الأتراك يجب أن يكون موقف ولذلك ولذلك هذه مسألة في غاية الأهمية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر